بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بعتذر لحضراتكم جداً الحقيقة خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحقيقة أنا كنت تعبان شوية ولكن من المفترض أن كل ما الواحد بيتعب أو لما أي إنسان في العالم بيتعب بيبقى زعلان الحقيقة خلال الأسبوعين اللي فاتوا جالي شوية تعب كده وأنا في النادي الحقيقة كنت بلعب كورة وجالي شوية تعب زي ما قلت لحضراتكم من المفترض أن الواحد يكون زعلان لكن اللي حصل خلال الأسبوعين اللي فاتوا خلاني أبقى مبسوط جدا 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 بالتعب تخيلوا حضراتكم لما تبقى قاعد في سرير وتعبان وتلاقي كل الناس بتكلمك وكل الناس بتعدي عليك أنا كنت تعبت في النادي وبعدين طلعت روحت المستشفى اللي جنب النادي بالمناسبة أنا بشكر كل العاملين في المستشفى هذه المستشفى المحترم على الحقيقة على كل شيء دكتور العملي كمان العملية دكتور عبد العزيز أنا بشكره جدا جدا لأنه كانت فترة صعبة جدا وفترة بالنسبة لي كانت من أصعب الفترات اللي أنا عديت بها في حياتي كلها ولكن دايما في البيت الكبير البيت الكبير مش البرنامج ولكن البيت الكبير النادي الأهلي أنا تعبت جوا النادي الأهلي وروحت المستشفى اللي جنب النادي الأهلي اللي خلانا يبقى مبسوط اللي حصل بعد كده خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحقيقة أنا بشكر كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب اللي عايز أقول لحضراتكم إن أول تليفون جالي أول تليفون قبل ما أي حد يعرف في مصر أنا بعمل إيه أو أنا تعبان لي إزاي ولا أنا عندي إيه لقيت حد من الدكاترة بيقول لي الأستاذها كانت حنان الزيني بتقول لي كابتن عايز يكلمك كلمت لكابتن خطيب قال لي يا ابني شد حيلك أنت كويس وفيش حاجة وإحنا في ظهرك وكلنا وقفين في ظهرك عائلة الأهلي هذا هو البيت الكبير دائما مش البرنامج مرة تانية ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو بيتنا الكبير فيه أي شيء بعد كده الحقيقة كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وكل أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين مستشفى اللي أنا كنت فيها جنب النادي على طول فاللي كان داخل النادي الأهلي كان بيعدي علي الأول يسلم علي وبعدين يخش النادي فأنا قد إيه كنت سعيد ومبسوط باللي حصل مش بأن أنا تعبان ولكن قد إيه كنت سعيد ومبسوط بجمهور الأهلي قد إيه كنت سعيد ومبسوط بما حدث على السوشال ميديا ورد فعل كل الناس أنا الحقيقة يمكن كنت الفترة اللي فاتت السبع تامن شهور اللي فاته كنت ما بعملش حاجة في حياتي غير إن أنا بشتغل بس فما كنتش ببص للحاجات كتيرة جدا منها حب الناس ووقفة الناس جنب الواحد ولكن الفترة اللي فاتت أو الأسبوعين اللي فاته علموني قد إيه أنا لازم أخد بالي من كل الناس اللي حواليها لازم أخد بالي قد إيه الناس اللي حواليها دي يعني عايزانا دايما نبقى كويسين عايزا النادي الأهلي دايما يبقى كويس كل جمهوري نادي الأهلي الحقيقة يعني أنا مش قادر ما عنديش كلام أعبر بيه عن اللي حصل خلال الأسبوعين اللي فاته ولكن أنا مبسوط جدا 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 وبشكر حضراتكم بشكر ربنا الأول طبعا قبل أي شيء وبشكر دعم ومسندة جمهوري نادي الأهلي اللي خلتني يبقى واقف هنا وفي أسرع وقت هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلتني يبقى واقف في هذا المكان وفي أسرع وقت في خلال أسبوعين كنت موجودة مع حضراتكم على الهواء مباشرة مرة تانية من خلال البيت الكبير مش تاقلنا نرجع مش تاقلنا نتكلم مع حضراتكم فترة كانت صعبة ولكن الحمد لله عدت وعدت على خير إن شاء الله يكون مع حضراتكم بداية من النهاردة لغاية ما ربنا يريد عايز أقول لحضراتكم برضو على حاجة مهمة جدا لما يكون في ظهرك مجلس إدارة شركة محترم المهندس السيف الوزيري العميد محمد مرجان أخويا طبعا محمد مرجان ده له وضع خاص الحقيقة بالنسبة لي في حاجات كتيرة جدا 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 قد إيه الشركة تستدادت كانت في ظهرنا ووقفت معايا في حاجات كتيرة جدا خلال الإسبوعين اللي فاتوا فأنا بشكر المهندس السيف الوزيري وبشكر العميد محمد مرجان الحقيقة على الوقفة اللي وقفتوها في ظهري وده كالعادة اللي أنا عارفه منكم مع أي حد داخل هذه الشركة المحترمة الحقيقة فأنا بشكركم الحقيقة جدا 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 سواء المهندس السيف الوزيري العميد محمد مرجان له وضع خاص لأنه الكل يعلم مدى قربه وحبه للنادي الأهلي ولكل من ينتمي للنادي الأهلي وواحد من أقرب الناس إلى قلب الحقيقة فأنا بشكركم جدا جدا على الهواء مباشرة إن شاء الله إن شاء الله بكون على قد المسئولية خلال الفترة القادمة